الأستاذ أسامة من جنوب سينة السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فندم لازم نعترف أن أعظم من أشاد بنعم الله وحمد الله وصبره هو قوضواتنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام والدليل على كده يا دكتور حسن الظن والسرقة اللي كانت لدى الحبيب عليه الصلاة والسلام أن في غزو بذر يمو كنا سلتمية وهم كانوا ألف ربنا سبحانه وتعالى يما مدنا بألف ملك من الملائكة الحبيب سند الفضل لله سبحانه وتعالى وليست للملائكة يا دكتور نعم نعم قول لي بقى السؤال حضرتك السؤال اللي اللي هي دكتور اللي هي دكتور إحنا على كل النعم اللي حوالينا دو كلها والناس في مالها على الفكر نعم اللي هي هقول لحضرتك جاوبة على حضرتك يا حسامة والله أنا السؤال اللي حضرتك بتسأله ده شيء مهم جدا 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 فيه تلات أشياء بتخلي الإنسان يغفل عن نعم الله أول شيء اعتياد النعم الناس معتاد النعم الواحد معتاد أنه هو ينام ويصحى مش معتاد النواء ينام ويصحى فيه حاجة نقصاه ينام ويصحى بيتكلم برضو شايف إن ده معتاد ينام ويصحى ويشوف معتاد كله ده اعتياد النعم اعتياد النعم إنه هو يطلع ويقدر يصلي معتاد النعم اعتياد النعم ده من أكتر الحاجات اللي تخلي الناس لا ترى النعم أمر الثاني هو النظرة للحياة إن النظرة للحياة إن النعم ده الإنسان اللي بيصنعها لا الحياة مليانة بالنعم إحنا كل زرة في الحياة مليانة نعمة كل وربنا سبحانه وتعالى بيزود النعم دي ألا إن لله في أيام ده أهريكم للنفحات بتزيد النعم كمان في الحياة أنا مش بتكلم ده أنا زي زيكم بالضبط بتعلم في مدرسة خلق الله أنا زي زيكم بالحرف ما زلت حتى الآن بتلمس في زرات الهواء نعمة الله إحنا لما بس غاب عننا نعمة الذوق ونعمة الشم في كورونا كنا عن الجنن كنا حاسين إنه إحنا مش بنأدمين يا سادة النعم لا تعد ولا تحصى إحنا غرقى في النعم الحاجة التالتة بقى مع تياد النعم ومع عدم فهمنا لمعنى الحياة وإن الحياة مليانة بالنعم فإحنا ما بنتفكرش فيها الحاجة التالتة والمهمة إن إحنا ما عندناش عبادة التأمل والتفكر الله سبحانه وتعالى يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنار لآيات اللي يقول للألباب الله سبحانه وتعالى يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إحنا ما عندناش العبادة دي فلازم يبقى عندنا ورد من التأمل في نعم الله سبحانه وتعالى ويا ما ناس كان دوت هو ده باب هدايتهم وباب محبتهم لله سبحانه وتعالى فلازم ده نتعود عليه فلو الثلاث حاجات دي عندنا لازم نربي أوليها أولادنا ولازم نعلمها لأولادنا في المدارس ولازم المساجد تتكلم عن ده عشان نقدر لإن ده أكتر وقت احنا محتاجين نتكلم فيه عن النعم نعم